السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة عليكم أسعد الله وقاتكم في كل وقت وحين بعض الأصدقائي سألون إنه شون أتعامل في حال إنه أدخل المدخلات إلى المتغيرات بلغة جابة كيف أسوي هذا الشي ممكن تشرح لنا شوي على السكنر فهذا الفيديو هو للناس اللي تحب تتعلم البرمجة بشكل مجاني إذا ما تعرفني أنا أخو عبد الرحمن إن شاء الله المبرمج في النمسا يا أصدقائي ومقيموا أيضا في هذه القناة تلقون بعض الفيديوهات شون واحد يقدر يسافر إلى أوروبا وشون يقدر واحد إنه يتعلم أيضا لغات البرمجة وشون واحد يقدر يقدر يقدم على عمل ويشتغل في هذه الشركات الأجنبية يا أصدقائي فتعالوا بنا شوي على البرنامج الإنتليجي وإذا شفت نفسك أيضا غير قادر على استخدام برنامج الإنتليجي عندك في الحاسبة فرح أعرض لك هذه الصفحة أو هذه النافذة من خلال هذا الموقع اللي هو الربليت دوت كوم تقدر تسوي لك account ومن هذا الحساب تقدر تنشئ لك لغة Java مثل ما تلاحظون تسوي create ومن خلال create تكتب اسم البرنامج وفي هذا المحرر اللي على الانترنت مثل ما تلاحظ هناك عدة لغات فهذه هي Java خليه أنه ألغي الصورة multi خاطر تكون الصورة عندك واضحة يا أصدقائي مثل ما تشاهد أمامك فحصير Java هنا عندك بلغة replate وتقدر تكتب بلغة Java من خلال متصفح اللي هو replate.home وتسمي هنا الاسم ما للجاذا وتسوي create ورح تنفتح لك نافذة تنفيذ البرنامج فهذا بالنسبة للأشخاص اللي يريدون يشتغلون على الانترنت ما يريدون ينزلون البرنامج بالنسبة للقراءة يا أصدقائي الـ User Input هنا يحتاجنا اللي هو عملية الـ Read الـ Read و Write طبعا قبل لا نشرح الـ Read و Write حاول تدعمني في هذا الفيديو يا أصدقائي تخليلي لايك وتشترك في القناة وأيضا نروح فاصل سريع ونرجع لكم يا أصدقائي فخلوكم تابعين ويانا والله يحفظكم يا رب حلو بما أنه إحنا هنا نرجعنا عادة عملية القراءة يحتاج إلى Import إنه هو عملية القراءة هنا في لغة Java هي Library خاصة بها فلو بنكتب Import كلمة الـ Import ومن بعد الـ Import لغة القراءة هي Scanner .ulti.java طبعا إنه كلها مو Capital Letter هي كلها ربما Small Letter عملية القراءة الـ Import Scanner طبعا هو طالع لي بالـ Route باللون الأحمر فخلي نكتبه بالـ Small وإحنا هنا الـ Utility أو خلي نشوف إنه هنا يحتاج سيمي كولوم وإحنا هنا إذا كان موضوع قراءة صحيحة أو لا رح نتأكد هس من عملية الـ Import رح نتأكد إنه هل نكتبناه بالشكل الصحيح شاو Contacts رح يقول لك شن هو هذا اللي موجود Search رح نتأكد من خلاله خلي نستدعي دالة الـ Scanner فلو جيت كتبت أنا هنا هنا Scanner يساوي أي كلمة هنا تضطيهة Read يساوي New Scanner افتح قوسيا System.in معناتها إنه أنا أريد أخلي المتغير إنه أنا أضيفة يعني من دون ما إنه أنا كتبه هنا أنا بالبرنامج وإنه ما عند التنفيذ طبعاً هنا أنا رح يقول لك Java يريد Enter Alt To Enter Import Class رح يجيب إياها ليفوق مثل ما تلاحظون هو أنا كتبته بالعكس كتبت Scanner.ulity.java فهو بالعكس هذا الغلاط اللي صار فهي تنكتب Import java.util.scanner طبعاً بسبب إنه أكو اختلاف كبير ما بين لغة C-Sharp وما بين لغة Java لغة Java لغة Java هي لغة sensitive حساسة بس هنا مع ذلك إنه إذا فهمت لغة C-Sharp رح تكون عليك سهلة بالنسبة لغة Java زياد إحنا هنا استدعينا دالة اسمها Scanner طبعاً إحنا من قلنا Scanner يريد يساوي New Scanner تلاحظون إنه هاي كلمة New Scanner System.in هاي باعتبار أكو كلاس موجود ثابت في الجابة في مكتبة الجابة إنه كلاس جاهز يستدعي لي إنه من خلال أقدر أتم قراءة المتغيرات رح تقول لي شون زيان رح أقول لك مثلاً أريد أقرف هاد اسم مثلاً أضيف هاد اسم فرح أقول String أعرف Variable String وهذا String مثلاً كلمة Name أوكي يساوي مو زائد يساوي Read كلمة Read رح نستدعي الدالة اللي هي أمامك . شنو نوع هاي هنا Read . رح تطلع لك الخصائص فيقول لك Next Integer Next Line فإحنا هنا نقول له Next String يعني رح نبحث عن Next مثل ماذا تلاحظ أمامك رح نقول فقط Next أو فقط Next Next Line يعني ينزل سطر تحت يعني مثلاً لتعرف فتقدر تختار Next Line وتقدر تختار Next فنسوي بهذه الطريقة ونخلي بهذه الشكل علامة التعجب رح يروح علامة الخطأ زين قبل هاي العملية قبل هاي العملية خلي نذكر هنا عملية طباعة كلمة South مثل ما تعلمناه بالدرس السابق وبهذه العملية الطباعة رح أقول له Put Your Username Username وخلي دبل نقطة و Space هنانه رح يطبع لي أول شيء طبعاً هنانه تريده Print Line أو Print بتقدر تخليه بدون End خاطر يجيب صفة إنه تضيف الاسم وهنانه نريد نشوفه إنه نريد نطبعه طبعاً بإمكانه إنه نوقف هذه الخاصية خاطر ما تضخرنه أيضاً بعملية الطباعة مجرد إنه نخلي سلاش بهذا الشكل ربما بهذا الشكل هذا السلاش وعلامة النجمة فهنانه صار عدي مثل التعليق الكومنت ونوقفه هنا قبل العمليات التعليق الغلق فهنانه يحتاج لي أيضاً التعليق Alt هذا الشكل أو هذا الشكل أيوه رجع هسه رح يصير عدي صفر خطأ إذا تلاحظون راح الرقم الأحمر هنا فهنانه إش راح أخلي؟ راح أسوفت فيك إنه south وأختح double quotation وأخلي فعبارة عن نجمات أو مجموعة من الجسة وهي ما أتعود يعني شون سطر يعني واكتب كلمة جوها أيضاً south وأخلي double quotation وأكتب your username username is double 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 وأكتب هنا الزائد وأكتب كلمة name اللي راح نستدعي اللي هو هذا variable اللي إذا شوفوا أمامكم فبهذه الطريقة طبعاً هنا كاتباني الزور خلي أكتب your your username طبعاً هنا الحلو إنه يكتب لك خطأ إذا في حالة إنه إذا كتبت باللغة الإنجليزية غلط مثل ما مكتوب كلمة عبوت فيطيك بعض اللي يقول لك خلي مثلاً هذا الاسم ما كوش اسم بالإنجليزي فيصحح لك بعض الأشياء إحنا هسا لو نفذنا يا أصدقائي راح نشوف شو راح يظهر لنا message فرح أنفذ فبالبداية شو راح يسوي compiler هنا أنا اللي بلغة جابة فيها هذا البرنامج الإنتليجي يا أصدقائي راح يعرض لي أو شيء message يقول لي put your username ومن ثم أنا راح أكتب بالمحرر مثل ما راح تلاحظون وبعدها راح يطبع لي الإسم اللي أنا أدخلته هل تعرف؟ اللي أنا أدخلته طبعاً مثل ما ذا تلاحظ أمامك فتحت لنافذة المين التنفيذ راح بإمكاني أضيف هنا أنا أي اسم عبدالرحمن الشلال ليش كتبت أنا؟ أنا ما أقدر أخلي رقم string يقرأ أيضاً رقم ويقرأ أيضاً حروف مثلاً ونقول 1990 بهذا الشكل لو ضغطت enter راح يظهر لي النجمات الطباعة وراح يظهر لي الاسم اللي ذكرته مع كلمة your username is وطبعاً هسا هو تنفذ البرنامج بإمكاننا كان المفروض أنه نلغي لأنه راح ينزل الاسم تحت كلمة your username لو ضغطنا enter هسا هنانا راح تشوفون أنه هنانا صار your username is عبدالرحمن زين هنانا ليش نقرأ بس الاسم الأول لأنه إحنا قالي له next إذا قلت له next line راح يقرأ كل الجملة اللي أنا ذاكرها يا أصدقائي بهذا الشكل راح يقرأ كل الجملة اللي أنا كاتبها إلي بهذا الشكل لو نفذنا مرة أخرى وخلي نمسح كلمة ln خاطة تكون print فقط ونسوي تنفيذ للبرنامج مرة أخرى ومثل ما لا تلاحظون رجع يقول لي اذكر لي مرة أخرى الاسم خلي نكتب مثلا كلمة علي عبدالله مثلا ونضغط enter راح تشوفون أنه بال next line صار أنه ياخذ كل الاسم أو كل الجملة اللي أنت راح تكتبها put your name هاي النجمات اللي راح يطبع لها خاطر ينزل سطر ورح يقول لي your username is علي عبدالله أوكي بإمكاننا أنه نخلي أكثر من متغير نعرفه يعني لو أضيف مثلا رد أضيف رد رقم راح أقول integer مثلا الآلت يعني العمر يساوي كلمة read next to integer dot next بالنسبة للصحولة هاي راح تشوفون أنه next integer أوكي بهذا الشكل واخلي السيمي كولوم ولو نفذت هسه الآن ها طبعا عملية طباعة هميا يحتاج لي فرح أكتب رح أكتب اه رح أكتب اه رح أكتب اه رح أكتب اه رح أكتب كلمة south انه put your كلمة south رح أقول لي put your old put your old واخلي دابع النقطة هاي واتكدرون اهنان ايضا بهي بصف ال لن تنسحوها خاطره يجي بصفها الطباعة واهنان رح أطبع انه ترا انه السحولة كولويا south بهاذي الطريقة your your old is your old is واخلي ذهب النقطة واهنان اخلي كلمة زائد واخلي كلمة ال old استدعي ال variable اللي ذكرته قبل شوي فهس رح ينخذ حتى اجمل الموضوع كله رح اخذ هذه السيستم او طباعة control x ورح اخليها في الاسفل خاطر شوف انو ش رح يصير حتى يكون بالشكل المنطقي المضبوط طبعا احنا نخليها تحت هذه الجملة control v استدعيها ورح نجي هسا نشوف يا اصدقائي انو ننفذ البرنامج طبعا هنا رح يقرأ الاسم وبعدها رح نضع رقم العمر هو وبالاخير يطبع لي الاسم والعمر يا اصدقائي فلو نفذنا هنا رح نشوف ايش رح يظهر امامنا فلو تلاحظون انو هنا رح نقدر انو نضيف هذا الرقم العفو اول شي put your username مثلا كلمة عبود عبودي مثلا واندغط enter رح يقول لي put your old فرح اقول له مثلا 30 فرح اضغط enter رح تنزيل لي عملية الطباعة your username is عبودي your old is 30 شوفوا هنا نصار انو غيرنا ال ln رح ارجع خلي ال ln ورح ننفذ من جديد خاطر ينزل لي سطر انو your old is 30 ما ريدها ويا كلمة عبودي فرح اضغط مرة لغ تنفيذ للبرنامج فبهذه لو تلاحظون انو كم مرة سوينا عملية التنفيذ وبهذه الطريقة رح تكون عدنا مراجعة او استمرارية بالتطبيق لأكثر من مرة يا اصدقائي فرح اخلي مثلا كلمة نور وخلي كلمة مثلا 22 سنة فرح يقول ترى your username is nore your old is 22 ونقدر نضيف الجملة بعد ال old نخلي كلمة زائد بامكاننا ونخلي double quotation ونضيف كلمة years old years old خاطب تجي مع بعض جملة ال 22 دايه يحمل الان الكمبيلر فمثلا اذا تلاحظ انو اضيف جملة اهنان داخل double quotation نكتب كلمة years years كلمة years old اوكي years old ورح يظهر انه بعملية الطباعة مرة اخرى انو هذه الجملة لو نخلي اهنان space خاطر انو ما يتطبق ويا الرقم رح ننفذ مرة اخرى رح رح نقدر نضع اي اسم هسه مرة اخرى كلمة عمر مثلا ونخلي 21 بدون هاشتاك نقول enter فراح تشوفون امامكم انو هذا بالنسبة لموضوع اسمه user input يا اصدقائي اذا احس سأل لكم على user input يقصد باللغة الانجليزية عملية تدخال المدخلات من خلال التيرمينال فهذه الطريقة اللي نكتبها بلغة جافا هذه استدعينا هي class اللي هي import java.utl.scanner هاي class جاهزة موجودة في library جافا تسوينا عملية القراءة اللي هي scanner read newscanner system dot in تعلموا انو دائما الكلاس طريقة استدعاء بالأيام الجاية اذا اخذنا ما نضيع الكلاسات فرح نعرف انو شون نستدعي الكلاس من خلال ذكر اسم الكلاس بالبداية ومن بعدين وضع object هاس احنا اللي وضعنا هذا هو object كائن وهذا الكائن رح ياخذ لي method اللي هي موجودة بداخل هذه الكلاس من ضمنها هواية method موجودة لو تلاحظ اذا ذكرنا انو لو نلغي مثلا هذا نمسح ونخلي كلمة dot رح ننتظر يحمل البرنامج رح تشوفون هواية class موجود عفواية function او method جاهزة موجودة بلغة java وكل وحدة تقدر تسوي لنا فتخاصية وفي وفتنفذ لنا المثود اللي موجودة بداخل هذه library اذا يا اصدقائي اتمنى انو استفاديتوا من هذا الشرح يا احبائي اللهم ربي يسعدكم وفقكم جمعة مباركة عليكم اتمنى لكم الصحة والعافية وانشاء الله يا ربي انو استفاديتوا من هذا الدرس القادم انشاء الله ناخد ايضا F statement واستخداماته ومن بعد انتقل على loop ومن بعد رح نسوي انه آلة حاسبة من خلال انو اختار اكتب الرقم الاول ورقم الثاني واختار آلة الحاسبة عملية ضرب جمع طرح فنسوي ها ومن تنفذناها وراها رح نبني نشتغل انو شون نسوي برنامج ونسوي لتصدير الى الكمبيوتر وهذا البرنامج انو انت مسوي وانت منفذ اضيف اسمك وضيف تفاصيل ويصير برنامج ويدرك كل شخص ينصب مثلا آلة حاسبة ممكن انو نسوي هذا الشي استفاديتم من هذا الدرس حاول انو تخلي لايك كومن تشترك في القناة يا اصدقائي اذا ما تنتعرف نفاني اخو بعد الرحمن مبرمج في شركة international في النمسا اسعد الله وقاتكم ونشوفكم على خير وسعادة يارب